السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما في بيت من بيوت المسلمين إلا ربما تجد واحد معيون أو مسحور أو محسود فأبشركم بفضل الله استمعت أحد الدعاء الزّالله خير يقول بفضل الله سبحانه وتعالى ما جاني مريض أو مسحور أو محسود أو معيون ودليته على هذا الشيء إلا بفضل الله عز وجل شفاه الله يقول بفضل الله عز وجل كلهم شفاهم الله عز وجل والعلاج الحمد لله سهل وما يحتاج فلوس وراح أقول لكم بإذن الله العلاج وأبشروا بالخير العلاج هو أن تقول في الصباح وفي المساء لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة حاول أن تقوله في الصباح مئة مرة وفي المساء مئة مرة ترى في البداية يكون صعب وثقيل عن نفسه لأن الشيطان لا يريدك أن تذكر الله بإذن الله كلها أيام تتعود على الله وأسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل هذا الذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزة من الشيطان في يومه ذلك حتى يمسي وهذا سبحان الله أحد الرقاة كان يقرأ على حرمة مريضة شفاها الله فخذ يقرأ عليها من القرآن إلى أن تكلم الجان الذي يسكن في هذه المرة قال خلاص أنا أخرج ولكن بشرق قال ما بيننا وبينكم شرط وما هو شرطك قال أن أخرج منها وأدخل فيك قال له الشيخ تعال إن استطعت فقال هذا الجان يا شيخ لو جن الدنيا كلهم أرادوا أن يدخلوا فيك لا يستطيعون أتعلم لماذا قال له الشيخ لماذا قال لأنك قلت اليوم الصباح مئة مرة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قولوها واستعينوا بالله عز وجل في البداية تكون ثقيلة على النفس بإذن الله أيام تتعود عليها أسأل الله أن يحفظكم بعيني التي لا تناقل أمين